هنشوف جدول الدوري النهائي بعد نهاية الموسم كل فريق فقاني مركز عشان نعرف كل واحد وسل فين الزمالك في الصدارة ب77 نقطة من 34 مباراة بيرامدز في المركز الثاني كلهم ب34 مباراة بيرامدز في المركز الثاني ب71 نقطة يعني الزمالك أنهى الدوري بفارق 6 نقاط عن أكرم منفسي بيرامدز وبفارق 7 نقاط عن الأهلي في المركز الثالث صاحب 70 نقطة طلع الجيش في المركز الرابع ب56 نقطة وبنفسي رصيد في يوتشر في المركز الخامس ب56 نقطة وأطرح حالكم فرق المواجهات المباشرة تصلح طلع الجيش عشان كده طلع الجيش أنها في المركز الرابع سموحة في المركز السادس ب47 نقطة البنك الأهلي اللي كان هدفه يوصل أو ينهي الموسم في المركز السادس توقف رصيده عند 46 نقطة في المركز السابع في المركز السامن فاركو بـ 42 نقطة امبي في المركز التاسع بـ 39 نقطة المصري البورسعيدي في المركز العاشر بـ 38 نقطة المقولة العرب في المركز الـ 11 بـ 38 نقطة وبنفس رصيد الاتحاد السكندري والاسماعيلي في المركزين الـ 12 والـ 13 في المركز الـ 14 سيراميكا كليوباترا بـ 37 نقطة في المركز الـ 15 غزل المحلة بـ 36 نقطة الجونة هبط رسميا ب36 نقطة وإستن كومباني هبط أيضا في هذا الترتيب ب33 نقطة مصر المقصة ب15 نقطة ده الوضع النهاردة وده اللي حصل في جدول ترتيب الدوري الممتاز بالمناسبة غز المحلة والجونة بنفس الرصيد ولكن الجونة هبط بفارق المواجهات المباشرة